وفي مجال تربية والتعليم فخر واعتزاز كبيرين يخيمان على قرية كفر اسمع في الجليل الأعلى بعد ترقية الدكتور رفيق إبراهيم إلى درجة البروفيسور البروفيسور رفيق إبراهيم معنا على الخط الهاتفي بروفيسور رفيق أهلا وسهلا بك ومبروك على الترقية شكرا أخي سلمان كثير كثير وطبعا بروفيسور رفيق أنت أول بروفيسور في هذه القرية الصغيرة قرية كفر اسمع ما هي الشروط المطلوبة للوصول إلى مكانك المرموق والحصول على استحقاق البروفيسورة؟ أولا أتمنى أن العديدين سيأتون من بعدي لقب الأستاذية أو البروفيسور في الباحث يعطى على النشاط العلمي للباحث وهذا يتمثل طبعا في كمية وجودة الأبحاث هناك لجنة مهنية مرافقة تجمع المواد عن الباحث وتأخذ توصيات محكمين مخضرمين من الباحثين في العالم الخارجي خارج الجامعة والملف يقدم إلى لجنة تعينات المؤسسة التي تصوت بشكل سري طبعا على الملف بعد سماع أقوال العميد الجامعي هذا بشكل مختصر عن الموضوع الشروط المطلوبة للوصول إلى المرموق وبروفيسور رفيق أنا أعرف أنت ابن بلدي تعمل في مجال العلم النفس منذ سنين ما هو المجال الذي تطرق بابه في عملك الدؤوب في هذه الأيام؟ طبعا الموضوع هو المجال الذهني العصبي أي السلوك الذهني وعلاقته بعمل الدماغ السلوك الذهني يشفر سعاليات كثيرة كما تعرف مثل الذاكرة والإدراك والتفكير وحل المسائل وغيرها ولكن تركيزي في السنوات الأخيرة كان على تمثيل اللغة وتفعيل اللغة في مهمات كلامية وقرائية فإذا أخذنا التحليل الكلامي مثلا من خلال فحص مصابين بإصابات دماغية أثبت أن اللغة الأم تتمركز أو تخزن في مناطق تختلف عن مناطق دماغية التي تخزن اللغة الثانية مثلا وفي هذا السياق وعن طريق برمجة وتمرير تجارب على متكلمين عاديين أثبت أن تعامل الجهاز الذهني مع اللغة الفصحة بالعربية عند المتكلم العربي هو تعامل لغة ثانية وليس اللغة أم يعني بروفسور رفيق لغة الأم لدينا لدى المواطقين بلغة أضاد هي اللغة العربية المحكية واللغة الفصحة يعني تختلف نوعا نعم نعم هي تختلف أيضا من ناحية لغوية نعم ولكن أثبت أن تمثيلها الذهني يختلف ويشابه اللغة الثانية اللغة الفصحة والموضوع الثاني ما أردت أن أقوله هو أن بالنسبة للتحليل القراءة أيضا هناك صعوبة ومن خلال بناء طرق فحص متقدمة ومحوسبة عن طريق عرض الأحرف وثم الكلمات إلى نصف الدماغ رأينا أن استجابة الدماغ أيضا للمنظومة الحرفية العربية تختلف عن المنظومة الحرفية للغات أخرى بحيث أن نصف الأيمن مثلا لا يشارك في التحليل الشكلي في المراحل الأولى وهناك أيضا تجارب متقدمة عن نوع الكلمات إذا كانت موصولة أو غير موصولة فلهذه المجالات ازدواجية اللغة وتعقيد الخط العربي إنعكاسات على سرعة ودقة القراءة ولهذا يوجد أيضا أبعاد على تحصيل في مواضيع التي تعتمد سرعة الالتقاط وفهم المثال الكلامية ونحن نرى ذلك من خلال نتائج انتحانات المسح القطرية والعالمية وامتحان السايكومتري ويجب أن يكون في هذا السياق أيضا تأثير ميداني على اختيار مثلا مناهج وطرق التعليم للغة العربية والقراءة خاصة في مراحل الاكتساب الأولى نعم يعني بروفسور رفيق ممكن القول أن العرب أذكياء لأنهم حائزون على لغتين المحكية والفصحة في نفس الوقت لا شك أن اللغة العربية تجهد وتحس الدماغ على العمل الأكبر من لغات أخرى خاصة من الناحى القرائية وفهم المقروب من أي ناحى لا شك أن هذا صحيح لقد سألتني مسبقا عن شروط الباحث المتاعدة شروط المطلوبة بالفعل نعم فطبعا الباحث يجب أن يكون له ثقافة عالية وواسعة في مجالات عديدة وخاصة في موضوع الباحث وفي الأبحاث المستجدة حتى يمكن طرح سؤال حديث وفيه شيء جديد نعم والشيء الثاني طبعا هو اختيار الطريقة الصحيحة للإجابة والتفكير الإبداعي لأن الباحث يجب أن لا يفكر بشكل نمطي عادة لأنه إذا أراد أن يخلق شيء جديد يجب أن يفكر بشكل مختلف وهذا ينقلنا وهناك صفة خاصة على السعيد الشخصي يجب أن يكون هدوء نفسي معين لدرجة أحيانا عند الباحث من إنكار الذات لأنه أنا أشبه الباحث بالجند المجهول الذي يعطي ويعطي وقال لمن يعرف ذلك أو يقدر وخاصة في العصر الذي تكثر فيه الانشغالات في الماديات وظوار الأمور نعم وهذا ينقلنا إلى السؤال الأخير بروفيسور رفيق يعني نريد أن يحذو حذوك أطلاب العرب في البلاد أنت طبعا قدوة يقتدى بها ما هو ندائك لأطلاب الجامعيين لكي ينخرطوا في مجال التعليم تعال نقول المغاير يعني مش بس طبيب محامي أو مهندس ممكن بروفيسور أو دكتور للفلسفة للغات وما شابه لا شك أننا نعمل هذه المجالات ولهذا نحن لا نجد أننا نلحق الركب من هذه الناحة أنا أنصح الطالب العربي وطالب بشكل عام في الشهادات المتقدمة أن يضع لنفسه أهداف صغيرة ومرحلية وهدف عالي بنفس الوقت فهذا يمكنه أحيانا من التوقف مثل ما تحدثت اللقب الأول والثاني والثالث يعطيه أحيانا محطات للتوقف واسترجاع القوة والتفكير المجدد وأن لا يخشى خوض التجربة لأنه إذا ما كانت تجربة فلن يكون هناك احتمال للوصول وهنا أقول أن رغم الصعوبة في اختراق الحلقات البشرية في المراحل المتقدمة في التعليم العالي في البلاد وذلك لأسباب موضوعية وغير موضوعية ورغم أيضا الثمن المادي الذي يدفعه الطالب فإذا صابر وكان عنيد إلى حد معين فإن شاء الله سيصل للهدف وعند الوصول دائما طعم النجاح سينسيب كل شيء أطلب العلم ولو في الصين البروفيسور رفيق إبراهيم ألف مبروك وشكرا لك شكرا جزيلا شكرا أخي سلمان